يا مساء الأنوار مساء الأفراح والمسارات على كل متتبعي قناة سنع بيوتي في ما كنتم كنقول لكم مرحبا بكم بفيديو جديدة فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة للزيادة في الوزن وبالخصوص لزيادة وإبراز المعالم الأنتوية لاش قلت لكم بالخصوص إبراز المعالم الأنتوية لأنه مكونات وصفة اليوم اللي غادي نشارك معكم إن شاء الله غانية بهرمون الاستروجين ومن اللي نقوله هرمون الاستروجين نقوله هرمون الأنوثة ومن اللي نقوله هرمون الأنوثة أكيد نقوله الصدر المؤخرة والأرداف فمستحيل أنك تجربي هذه الوصفة وما تزاديش في الوزن وما يبرزوش عندكم المناطق الأنتوية أنا متأكدة وكل يقين من الكلام اللي نقول لأنه مكوناتها يبقوا من أفضل وأروع وأحسن المكونات لإبراز المعالم الأنتوياء يكفي كي بقيت لكم أنهم غانيين بهرمون الاستروجي وقبل ما نكتشفوا مكونات وصفة اليوم وطريقة استماع دي لكن أعرض لكم تنضموا العائلة ديناس ويوتيوب بالضغط على زر الأحمر الموجود أسفل الفيديو سبسكرايب سابوني أو للشراك ما تصوش كذلك أنكم تعالوا خاصيات الجرس بتيوصلكم كل جديد مني واللايكات ما يحتاش وصيكم دعموني باللايكات ديالكم إذن غدي مبدو الفيديو دينا على بركة الله ونبدو باكتشاف مكونات وصفة اليوم سيحتاجوا معنا أول مكون اللي هو النافع ومن مسمياته أيضا الشمر وبضور البسباس سيحتاجوا كذلك الحبة الحلاوة ومن مسمياتها الينسون وغاز يحتاجوا الصوجا أو الصويا وآخر مكونا معنا هو هذا الجوبل هذا ديال اسمته جوكي ولا ممكن تستعمله ببيرلي ولا قاع اللي ما بغاش لجوكي ولا ببيرلي أنا غاز ينقول لكم باش يمكن لكم تعوضوه بالنسبة للنافع كيحتوي على كمية كبيرة من الاستروجين النباتي كيكتلكم الاستروجين هو عبارة عن هرمون انتوي من الفوائد داله وبنسبة للمرأة أنه كيساعد على إعادة التوازن الهرموني في جسم ديالها يعني إذا كان عندكم شي خلل في الهرمونات رغدي يقدلكم المسائل ديالكم كيساعد كذلك على تنظيم الدورة الشهرية ومحاربة الألم اللي كتكون مصاحبة لها لأنه في واحد الخصائص مضادر الأكسادة والتشنجات كتنقي الراحم من الإفرازات المهبلية بالنسبة لحبات حلاوية غنية بالكالسيوم الماغنيزيوم البروتين الحديد البوتاسيوم والسيلينيوم اللي كيزيد في الوزن وكذلك بمجموعة الفيتامين بي وكلنا كنعرفوا بأنوض المجموعة هذه من فواتح الشهية بالإضافة إلى أنها كتعالج مشكل الضعف الجنسي وكتزيد الرغبة الجنسية عند النساء عند النساء ماشي عند الرجال الرجال بالعكس إلكتروا منها كالضعف القدرة الجنسية عندهم بالنسبة للصوجة غنية حتى هي بهرمونات أو بهرمون الأستروجين اللي كي بقولنا هو هرمون الأنوطة وحتى هي ما كتصلحش للرجال لأنه كتقل نسبة الخصوبة عندهم فإذا كانوا حاضرين معنا رجال في هذا الفيديو هذا وكانوا بغيين وصفة الزيادة في الوزن فالوصفة هذه ما كتلقش لهم لأنه كيف كتشوفوا معايا غنية بهرمونات الأنوطة بالإضافة إلى أنها كتضعف وكتقل نسبة الخصوبة عندهم وكانوا بزال الحويجات ما كتلقشها رجال مثلا من غير الحبت الحلاوة النافع الصوجة كان كذلك الكوكاو أو الفول السوداني كان شكلات كان بزال الحويجات لي ما كتلقش لهم على العموم ما شي موضوعنا هذا أرجع للموضوع دي الفيديو قبل ما نبدأ أو لنشرفت حدير دي الوصفة دي اليوم بغتغيين نجاوب على واحد تساؤل كي يجيني بخصوصها كي لحطيت لكم شي وصفة دي تزيدة في الوزن كتسووني شي بنت كدولي أختي واش هاد الوصفة هادي بالصح كتزيد في الوزن شوفي الله سبحانه وتعالى عقل باش نميزه به الصواب من الخطأ أنا معاك أنك تحيري وتشكي لأنه كان بزال دي الوصفات ديال الزيادة في الوزن على اليوتيوب ولا كل شي يزيد في الوزن لدرجة أنني شفت بأنه الاسبيرين يزيد في الوزن ويظهر ويبرز المعالم الأنتوية فعندك الحق أنك تشكي وتحياري وتسولين سؤال في هذا ولكن كنشح وجلي هما بينين ما تحتاجيش تسولي فيهم ما تحتاجيش تبيحتي فيهم مثلا من اللي كنقولك حبة حلاوة ولا كنقولك النافع ولا كنقولك الصوجة الكاوكاو الحمص طمرا الزبيب البانان الحليب البيض البطاطا هاد الشي كله بين بين وواضح محتاجيش تسولي فيه ومع ذلك أنا كنجيب لكم الدليل كنجيب لكم كان بحث وكنجيب معلومات وكنقولكم كل مكون من المكونات اللي أنا كنعطيكم شحل فيه النسبة ديال البروتين ديال السعورات الحرارية ديال الكربوهيدرات فهذا دليل كافي على انه هادو كل المكونات اللي عطيتك يبينو لك سواء كنت انا ولا واحد اخرى يبينو لك هادوك المكونات اللي كينين في الوصفة واش فعلا كزيدو في الوزن ونديك سي دقيقة تفلى عليك فكنتمنى انو تكون ده بصورة واضحة ونكون جاوبت على سؤال ديالك ميبقاش عندك شي لوبس ونشرعو في تحضير الوصفة على بركتي الله وده با غد يبدو على بركتي الله في تحضير ديال الوصفة سمحو لي الي طوولت عليكم ولكن كينش حويش خصوالة بدا الواحد يوضحوهم دونك هادو المكونات كيف كتشوفو معا يوم شيت كاملين طحنتهم للصوجة حبة حلاوة النافئ طبيعة الحل كتنقيهم من قبل كتوصلوهم وكتخليهم حتى كينشوفو كتحمروهم في مقيلة ولا في الفران وكتتحنوهم غادي ناخد معي لقا ديال النافئ معي لقا كبيرة معي لقا كبيرة ديال حبة حلاوة ومعي لقا كبيرة ديال الصوجة او لا الصويا معي لقا كبيرة من كل مكونا غادي نخلطهم مع بعديتهم وغادي نضيف ليهم جوكي او لا بيرلي اللي كان واحد فيهم ماشي مشكل علش ضروري جوكي ولا بيرلي لانه هو بعدها عبارة عن جبنة وكتكون فيه النسبة ديال بروتينات وديال الكربوهيدرات عالية مقارنة مع انواع اخرى من الياه وقت بعد ما نخلط هاد الوصفه هادي غادي ناخدها جوش تلمرت في النهار غادي ناخدها من وراء الفطور ومن وراء العشاء كي بكتلكم لمعالق يكونوا عمرين مزيان بالنسبة اللي بنات اللي ما فستطعتهمش انهم ياخدوا جوكي لانه اللي حسن اللي عوانه راه جوج ديال العولة بيومية راه مزانية ممكن يعوضوها بالحليب كامل دسم لما فستطعتها شتي الحليب او لما تشربوش ممكن تعوضو بالماء تشد هاد الاعشاء بعدهم بعد ما تطحنهم تخلطوك المعالقات ثلاثة ديال المعالقات معالقة من كل مكونا وتصفهم بالماء لكن هنال نتيجة رغضي تتعطل شوية يعني بحال مثلا مولات جوكي لكانت غادي تبليع نتيجة في شهر راه اللي غادي تتخذهم بالماء رغضي تبليع نتيجة على شهرين على ثلاثة هاد علش كنقول لكم ضروري تستعملو يا جوكي يا بيرلي و اللي ما قدرش كيبتلكم اللي حسن العوان ماشي مشكل راه يستعمل الماء غير هو هاد الوصفات الطبيعية ركيبتلكم كيبقاهو احسن حاجة امنة وصحية ومع دمشي اعرض جانبية غير هوا ما كيبو شوية ديال الصبر شوية ديال الوقت اللي زربانا وباغن نتيجة تبليها بسرعة ركينين كوارث موجودين في الصيدليات ولا من غير الصيدليات ولكن في الصيدليات بشكل اخص اللي كيبينو نتيجة في واحد الوقت اللي هو قياسي ولكن ركا تكون عندها اضرار وخيمة على الصحة ديالتنا كيف كنقولو اللي بغا العسل يصبر القرس بنحل اللي غازي نأكد لكم عليا هاد الوصفة هادي راه مستحيل مستحيل تاخضيها ومتعتكش نتيجة غير زعمو اجربوها ارضو علي اخبار هنا غا تكون سرات وصفة اليوم وفيديو اليوم كنتمنقتي لحد اليوم ما يكون الاعجاب جايلكم وتكونوا استفتوا معايا كيفتلكم غير زعمو جربوه وغادي تعطيكو نتيجة انا اكيدة مليون في المئة انا غازي تعطيكم حل نتيجة اللي ايه غازي رديكم كي قيتلكم غير شوية ديال الصبر وان شاء الله مع المدومار غادي تحصلوا على النتائج اللي انتم ما بغيتون هتنتلقوا ان شاء الله في فيديو جديدة ووصفة جديدة كنقول لكم باني كنبغيركم بزاف 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 كتر ما كتخيلو ما تساو جدعموني بلايك ديالكم تلو فريوسكم وبسلام عليكم